اشتركوا في القناة قصف منازل المواطنين في صورة تكشف دموية الحوثي وميليشياته هذا أثار ضرب الهاون كما يلاحظ الصورة أدى إلى تدمير النافذة وأدى إلى الشقق المنجل أيضا إلى الشقق المنجل الثاني أو المطبخ وفيما تمارس ميليشيات الحوثي الإرهابية عدوانها على أهالي حجور يلتزم المجتمع الدولي الصمت وهو ما شجع الحوثي على ارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات شاد شاوة خمس دقائق والبنات والأولاد نائمون بسقوط قضيفة هاون فخرجناهم من بين الأنقار الحمد لله رب العالمين على السلامة الذي سلمها الله سبحانه وتعالى ووقعت بعض الشضايا في بعض الأطفال لكن بحمد الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى أحياهم بعدما كنا قد يعسنا منهم كذلك كان البيت مشقق من الداخل والنوافذ تساقطت والزجاج متساقط والآن متكرر القذائب في يوم أم سقطت على نفس المكان ست قذائب وأمام الهجمات الحوثية المتتالية على قبائل حجور واصل رجال القبائل تصديهم للعدوان الحوثي ولقنوا مليشياته خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وتمكنت مقاومة حجور في اليوم السادس والثلاثين للعدوان من إسقاط طائرة ترونز حوثية واستخدام الحوثي للطيران المسير ضد قبائل لا تمتلك إلا السلاح الخفيف يظهر أنه أوهن من بيت العنكبوت كما قطع أبطال مقاومة حجور خط إمداد مليشيات الحوثي إلى كشر من خلال سيطرتهم على جبل الواسط المحاذي لجبل القيم شرقي المديرية والمطل على الخط الأسفلتي الرابط بين محافظة عمران ومثلث عاهم في محافظة حجة بالنسبة للتقدمات دائما قبائل حجور هي السابقة بالشن الهجمات وسبق أن تمكن أبطال القبائل من تطهير عدد من المواقع في الجبهة الشرقية للمديرية منها جبل الشرفاني والمغربة وعريش العضلي وبذلك فرض أبطال حجور حصارا على ما تبقى من عناصر المليشيات في منطقة مخيظة بعد تطهير منطقة القشبة بشكل كامل خلال الساعات الماضية في غضون ذلك تمكن رجال القبائل من قطع خط الإمداد الرئيسي للمليشيات الإرهابية والذي يربط بين قريات من الشرق والمندلة من القرب في كشر والمحاددة لمحافظة عمران وهكذا تمضي حجور في كسر المليشيات حيث بات الحجوريون الصخرة اليمنية الصلبة التي تحطم الفئة الحوثية الباغية